إيران باتت على عتبة القدرة النووية العسكرية يقولون في إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي يعارض اتفاقا نوويا لكن معضلته تكمن في حال فشلت محادثات فينا أيضا للاعتقاد بأن إدارة بايدن المنسحبة من ملفات المنطقة لا تريد تفعيل أي خيار عسكري وإسرائيل تحتاج وقتا لتملك خيارا عسكريا فماذا يقول عن معضلة إسرائيل كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يويل جوشانسكي يبدو أن محادثات فينا قد تأول إلى اتفاق وأعتقد أنه لن يكون جيدا لإسرائيل حاليا تبدو مصلحة إيران والولايات المتحدة كل لاعتباراتها العودة للاتفاق التزاوج بين غرق واشنطن في الأزمة الأوكرانية وسياسة أوباما التي ينتهجها بايدن جعل إسرائيل تحاول إدارة الخلاف بالحوار بدون أزمات إعلامية بنت نصح بايدن بعدم توقيع اتفاق لأنه يبعد إيران من خمسة أسابيع إلى نحو أربعة أشهر فقط من إنتاج يورانيوم عالي التخصيب يكفي لقنبلة نوية واحدة وسيضخ مليارات للخزينة الإيرانية ولنشاط إيران العسكري في المنطقة هناك اختلاف في التوجهين الإسرائيلي والأميركي وهذه مشكلة وهنا تأتي أهمية اتفاق يمنحنا وقتا إيران قطعت شوطا كبيرا وبنظري باتت على عتبة القدرة النووية العسكرية وسنرى دول المنطقة تتعامل على هذا الأساس ولن تقف مكتوفة الأيدي ستبحث عن قدرات نووية أيضا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي نصح حكومة بنت غير المتجانسة في الموقف علما أن وزير الدفاع لا يعارض العودة لاتفاق نووي كخيار أفضل من بقاء إيران طليقة اليد نوويا بضرورة الحفاظ على العلاقة مع واشنطن لأن إسرائيل ستحتاجها إن فكرت في عمل عسكري معقد على عرضية الاتفاق أو فشل المحادثات النووية تدرك إسرائيل بأن الأزمة الأوكرانية المحتدمة تعيد خلط الأوراق في مواجهتها للنووي الإيراني ولنشاط إيران في الشرق الأوسط الذي بدأت تغييب عنه واشنطن ولا تبدو إسرائيل قادرة وحدها أن تملأ الفراغ وفق مراقبين زياد حلبية الحدث القدس الغربية